طبعاً الوبنار النهاردة هنتكلم عن الحلول التجارية والصناعية أو الـ CNI واللي فرونيوس بيتقدم فيها الـ Tower Inverter واللي من خلاله بقى عندي حلول أو سيناريوهات كتيرة أقدر أن أنا أطبقها على المشروع بتاعي على نفس المشروع بيبقى عندي أكتر من سيناريو من خلال التصميم أو الـ Options اللي أقدر أختار بيها الـ Inverter أو أطلب الـ Inverter أن تيجي الـ Options دي بلت إن في الـ Inverter بيكون عندي كذا سيناريو وأقدر أختار المناسب منه من ناحية طبعاً التكلفة ومن ناحية التشغيل ومن ناحية طبيعة المشروع وهنتكلم في ده بالتفاصيل طبعاً في خلال الـ Webinar دي وطبعاً أحب برضو أوضح لحضراتكو أن الـ Webinar النهاردة هتكون Overview عشان الـ Webinar ما تكونش طويلة وفي آخر الـ Webinar لو في أي موضوع أو نقطة أو جزء أنا ذكرته محتاجين نحنا نتكلم عليه بالتفصيل ياريب برضو تكتبوا لي في الأسئلة أو في الـ Chat وأنا ممكن نعمل Webinar منفصل عليها نحنا نتكلم عليها بالتفصيل عشان الاستفادة تكون أكبر وفي نفس الوقت ما تكونش الـ Webinar مدتها الطويلة طيب أعرفكم بنفسي النهاردة أنا زياد محمد رضا مسؤول المبيعات والدعم الفني في الشرق الأوسط وبالأخص مسؤول عن مصر والأردن واللبنان والعراق طبعا لو في أي استفسار من حضراتكو تقدروا تتواصلوا معايا على الإيميل اللي هكتبه لحضراتكو دلوقتي في الـ Chat الإيميل عند حضراتكو في الـ Chat تقدروا تتواصلوا معايا بخصوص أي استفسارات سواء كانت فنية أو حاجة بخصوص المبيعات هكون أنا الشخص اللي ممكن تتواصلوا معايا الأجندة بتاعتنا النهاردة هدي مقدمة عن الحلولة التجارية من فرونيوس وبعدين هنتكلم عن الـ Options أو الـ Design Options عن الطاورو اللي قدرت له بها الـ Inverter وإزاي ممكن كل الـ Option يخدمني ونقطة اللي بعدين هنتكلم عن الـ Added Value اللي ممكن أخدها لما استخدم الطاورو انفرطر وآخر نقطة وهي الـ Sustainability واللي فرونيوس بتاخدها بشكل جدي من حيث التصميم ومن حيث التصنيع ومن حيث كمان التشغيل بتاع الـ Inverter والصيانة بتاعته هنتكلم برضو على النقطة دي في خلال الـ Webinar طيب الحلولة التجارية اللي فرونيوس بتقدمها عندنا طبعاً الـ Snap Inverter Series اللي هي موجودة من سنة 2013 اللي بيكون فيها الفرونيوس إيكو وهو بيكون 25 كيلو 27 كيلو الـ Power Classes بتاعته والـ Voltage Range بتاعه من 580 لـ 850 وده بيكون Single MPPT Inverter الحل اللي بعدي فرونيوس صايمه صايمه ده Three Phase Inverter صايمه جاية من Symmetrical Production يعني Three Phase Symmetrical Production بيجي من Power Classes من 10 كيلو لحد 20 كيلو والـ MPP Voltage Range من 200 لـ 800 فولت والموضوع بتاعنا النهاردة طبعاً هنتكلم عن الـ Tauru Inverter وده بيجي في Two Versions في الفرونيوس تاورو الـ 50 كيلو وده Three MPPT Inverter والـ MPP Range بتاعه من 400 لـ 870 فولت والفرونيوس تاورو إيكو وده بيجي في رينج من 50 كيلو و 100 كيلو الـ 99 كيلو ده مش موجه يعني للـ Middle East أو للشرق الأوسط فهنتكلم عن الـ 50 كيلو و 100 كيلو بس وده بيكون Single MPPT Inverter والـ MPP Voltage Range بتاعه من 580 لـ 930 فولت طيب زي ما قلنا الموضوع بتاعنا النهاردة هيبقى عن الـ Tauru الإيكو والـ Tauru اللي بنسميه البوستر version أو الـ Three MPPT Version زي ما قلنا نفس المعلومات بـ Voltage Range بتاعه هيزيد عليها بس هنا إن الوزن بتاع الـ Inverter الإيكو من 74 كيلو لـ 103 كيلو جرام وـ Frontius الـ 50 كيلو الـ Three MPPT Version 92 كيلو جرام طيب طيب إيه اللي بيخلي Tauru Very Special أو إحنا إيه اللي في الـ Design عملناه عشان نخلي Tauru Very Special ويبقى في Added Value أول حاجة طبعاً Easy Installation هو Plug & Play أنا مش هتكلم عن الـ Installation بالتفصيل لو حد مهتم إحنا نتكلم عن الـ Installation هتكون الـ Webinar يعني تقنية شوية فهيكون موجهة لـ Audience معين يعني إن إحنا نتكلم عن الـ Installation بالتفصيل لكن هو Easy Installation Plug & Play وطبعاً Easy وRapid Service ده الـ Concept بتاع Service بتاع Frontius اللي بتطبقه على كل الـ Inverters واللي عملت له Enhance أو تحسين في Tauru ببساطة Tauru مصمم إن كل جزء جواه يتغير يعني فيه Spare Ports أو قطع غيار موجودة للـ Inverter ده أقدر أغير أي قطع جواه وأي Installer يقدر يغير القطع دي بنفسه لأن الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج أي مجهود أو تكلفة وعندنا الـ AC Daisy Chaining Option أنا أفضل أتكلم عليه في الـ Slides اللي جاية عشان نعرف إيه هو الـ AC Daisy Chaining Option وإيه الاستفادة منه اللي بترجع علي في التصميم بتاعي وفي التكلفة وطبعاً System Monitoring يعني فيه Data Logger بتاع الـ Inverter موجود Built-in مش بحتاج إن أنا أشتري قطع زيادة أو إن أنا أحط أي component زيادة على الـ Inverter بتاعي بيكون Built-in By Default والـ Cost Reduction بتاعه أو Cost Reduction اللي أنا بستفيد بيه ودينا تيجي للـ Flexible System Design ودي بتكون عن طريقنا رب أطبق الـ Options اللي هنتكلم عليها في الـ Slides اللي جاية إن كل Option يبيديني سيناريو زيادة أو flexibility زيادة في التصميم بتاعي وبيعنعكس علي في التكلفة وفي سهولة التركيب كمان طبعاً الـ Inverter ده مصمم Heavy Duty مصمم إن هو يشتغل في ظروف قاسية فيه double wall insulation يعني الـ Inverter جاي already عليه فيه cover installed عليه أنا مش محتاج إن أنا أحط cover زيادة عليه وفيه مراوح كتير جداً فيه تمام مراوح للتبريد والتهوية فطبعاً بيكون مهيئ إن هو أقدر إن أنا أركبه في الـ Direct Sunlight مش محتاج إن أنا أزود shade عليه أو إن أنا أبني له أوضة مخصوصة أو إن أنا أعمل له ventilation فطبعاً كل ده تقليل في التكلفة وسهولة في التركيب برضو هنتكلم عن ده في السلايدز اللي جايين طيب هنتنقل للنقطة التانية بتاعتنا وهي إيه الـ Design Options اللي أقدر اللي هي موجودة في التورو واللي أقدر استخدمها وطبقها على المشاريع بتاعته أول حاجة هنتكلم عن الـ Design Flexibility في الـ DC side يعني إحنا هنتكلم عن الـ DC side وهنتكلم عن الـ AC side بعد كده فالـ DC side عندي طبعاً أنا أتكلم على حلول توجرية أو commercial sector بيكون عندي إما فيه روف طب الـ PV Plant بتاعي يمركبه روف طب على هنجر بتاع مصنع أو جملون لمصنع أو ممكن يكون عندي برضو أرض مفتوحة أو Ground Mounted System فالتوزيع بتاع الـ Inverters بيكون بيختلف على حسب طبيعة المشروع هل أنا محتاجة أجمع الـ Inverters كلها في مكان واحد فوق قوضة مثلاً منفصلة جنب نقطة الربط بتاعتي ولا أنا مثلاً عندي اثنين PV Arrays على two buildings مختلفين أو مبنيين مختلفين فمحتاج أن أنا أجمعهم على Inverter واحد كل دي سيناريهات موجودة فـ Frontis بتقدم هنا حلين ناحية الـ DC side أول حاجة بالنسبة للـ Decentralized العليمين Decentralized System واللي هو Direct Version بيجي الـ Inverter مجهز بـ MC4 connectors أن أنا أقدر أدخل الـ DC strings بتاعتي من الـ PV modules Directly على الـ Inverter فـ MC4 plugs بيجي Integrated جوى الـ Inverter وطبعاً الـ Inverter جوى string fuses على كل input على الـ Inverter وده طبعاً بيكون لو أنا عندي هوزع الـ Inverter بتاعتي سواء في الـ Rooftop أو في Ground Mounted System ما عندي مساحة مفتوحة قدر أنا أركب الـ Inverter على طول تحت الـ Panels وأخرج بالـ AC cables بتاعتي على الـ Transformer أو على نقطة الربط بتاعتي فده أول حل وده الـ Standard بتاعنا اللي موجود وده الـ Standard برضو اللي موجود في السوق لكن الإضافة أو الحاجة المختلفة اللي احنا عملينها في الـ Centralized System وده الـ Version اسمها الـ P-Version أو الـ Pre-Combined Version وبتيجي بالشكل ده زي ما احنا شايفين بتيجي Cable Clans مهيئة إن أنا أدخل بـ AC Cables لحد 95 ميلي سواء كانت Copper أو Aluminum وده بتفادني في إيه؟ لو أنا عايز أجمع الـ Inverter بتاعتي في قوضة واحدة لو أنا عنديني System Ground Mounted فأنا بجمع في مكان واحد وبكده أكون عندي كابلات بتاعتي الـ AC اللي خارجة على الـ Transformer أو على نقطة الربط بتاعتي المسافة بتاعتها قليلة وفي نفس الوقت جمعت الـ Inverters لسهولة التركيب وسهولة الصيانة إن أنا جمعت الـ Inverters كلها فأنا ممكن أجمع الـ Strings بتاعتي على DC Combiner وكل DC Combiner أقدر إن أنا أروح بالكابل لخارج منه على الـ Inverter والـ Inverter بيكون مجهز إن هو أوصل الـ DC Cable ده عليه Direct بدون أي تعديل وبدون أي لوح إضافية بيجي بالشكل ده طبعا الجزء الداخلي بيكون عندي V Clamps أقدر إن أنا أدخل حتى مش محتاج إن أنا أعمل ركب Cable Lux وممكن أدخل بالكابل على طول على الـ Inverter طبعا الـ Inverter ده بيكون تكلفة وأقلب كتير من الـ Direct Version لأن أنا بيزيد عندي هنا تكلفة الـ DC Combiner طبعا تكلفة الـ DC Combiner بكل الـ Components تحت الـ Protection اللي جواه سواء كانت Fuses أو SPDs أو DC Disconnectors لكن الـ Inverter بيجي ما بيجيش فيه Fuses لكن بيجي فيه SPDs وبييجي فيه DC Disconnector موجود جواه By Default فده أول حل أقدر أخذه من الـ Tower Inverter إن أنا بقى عندي دلوقتي سيناريوين ناحية DC Side وأنا بيش بقول إن طبعا الـ Pre Combined بيوفر لي في المطلق أو الـ Direct Version بيكون أنسب في المطلق ده بيكون على حسب طبيعة المشروع وطبيعة التكلفة وتكلفة العمالة في كل دولة فطبعا الإضافة هنا بيكون إن أنا كـ Designer بدرس تكلفة المشروع بيكون عندي سيناريوهات أكتر أقدر أشتغل عليها فده أول option ناحية الـ DC Side ده تفصيل عن الـ Direct Version هنشوف التوصيلة بالزبط عاملة إزاي لكل الـ Inverter بشكل الـ DC Connection جوه الـ Inverter هتكلم بس على تفاصيل أكتر هنا إن التورو الخمسين الإيكو الخمسين أقدر أوصل 14 String عليه زي ما إحنا شايفين هو single MPPT لكن أنا عندي two inputs على الـ MPPT دي كل input متقسم لـ 7 يعني عندي هنا أدي String 2 3 4 لحد 7 وعندي 7 في الـ Input الثاني كل input من ده عليه طبعا Fuses جواه بالنسبة للطورو الإيكو المية بيزيد عندي هنا Input 3 ويكون فيه 8 String وأقدر أوصل 22 String على الطورو الإيكو المية كيلو الطورو الخمسين 14 String برضو بس ده التفصيلة بتاعته هتكون بالسلايد اللي جاية دي الطورو الإيكو ده Free MPPT Version الـ Inputs مختلفة شوية عندي أول MPPT عندي عليها 4 Inputs تاني MPPT عندي 3 Inputs وتالت MPPT عندي 7 Inputs فكده total بتاعهم 14 String لكن تقسمتهم داخلياً internally مختلفة شوية لأن الـ Hardware أكيد بتاع الـ Inverter ده مختلفة عن الإيكو الخمسين طبعاً كلمة إيكو جاية من economical لأن الطورو الإيكو بيكون سعره أرخص شوية عن الـ 3 MPPT Version هنا الطورو الإيكو الخمسين عندي الـ Inputs اللي على MPP1 و MPP2 في الخمسين هنا على الـ 3 MPPT هنا متجمعين و فيه 7 Inputs والناحة التانية عندي 7 Inputs فيبقى عندي 14 String على MPPT الطورو الإيكو المية عندي نفس الكلام هنا عندي 14 String تحت أول Input عندي 7 وتاني Input عندي 7 وتالت Input عندي 8 الحاجة اللي محتاجة أقوله هنا إضافية إن الفيوزز السايزين بتاع الفيوزز بيفرق برضو ده option أنا أقدر أطلب الـ Inverter بيه هو بي ديفولت بيجي فيه 20 AMP فيوزز 20 أمبير فيوزز طبعاً دي للـ Modules اللي هي الـ DC Current بتاعها في حدود 13 أمبير أو 13.5 أمبير وأقدر كمان إن أنا أطلب option إن يجي الـ Inverter بـ 30 AMP Fuses طبعاً دي مع الـ High Current Modules والـ Market Trend دلوقتي بيتجه أكتر ليه الـ High Current Modules فبقى عندنا الـ Option إن أنا أطلب 30 AMP Fuses طبعاً الـ Hardware يعني ما أقدرش أطلب Inverter 20 أمبير وببساطة أغير الفيوز وحط 30 أمبير لا ده مش صحيح لكن لازم أطلب الـ Inverter 30 أمبير لأن توصيلة الـ Strings هنا بتختلف عدد الـ Strings هنا بيقل شوية لكن في نفس الوقت أنا الـ Module بتاعتي الـ Power بتاعها بيزيد فهقدر أخد نفس الـ DC Power اللي أقدر أوصلها على الـ Inverter لكن في عدد Strings قليل وطبعاً ده الـ Market Trend إن إحنا بنستفيد بمساحة مساحة الأرض أو مساحة الـ Rooftop أكتر إن أنا بطلع بالـ Power بتاع الـ PD Modules طيب، ده الـ Options اللي كلمت عليها الـ 20 أمب و 30 أمب فيوزز، ده option أقدر إن أنا أطلبها الـ الاختلافات اللي بتتم هنا إيه؟ أنا عندي الـ 20 أمب ده الـ Existing بتاعي اللي هو standard 20 أمب option الطور الإيكو بيكون عندي 22 String والإيكو 50 عندي 14 والـ 50 كيلو البوستر عندي برضو 14 بتأسيمة مختلفة الـ Input الـ IMPP بتاع الـ Inverter كل String بيبقى الـ Maximum Current بتاعه 14.5 أمب و 20 أمب فيوزز لكن لو أنا طلبت الـ Inverter بـ 30 أمب فيوزز هيبع عندي الطور الإيكو بدل ما أقدر أوسع الـ 22 String هوسع الـ 14 String والـ Input الواحد هيكون الـ Maximum Current بتاعه 22 أمب فيوزز والطور الإيكو 50 هيكون عندي 9 String بدل 14 والطور الخمسين الـ 3MPP version هيكون عندي نفس الـ 14 String لأن طبعاً دي MPP تيز منفاصلة لكن بتأسيمة مختلفة وبرضو هيكون عندي الـ IMPP اللي قدر أوصله على كل Input 22 أمب فيوزز وبكده يكون compatible مع الـ High Current موديلز فطبعاً المهم هنا أننا نتكلم عليه أنه ده بيكون فاكتري أوبشن يعني ماقدرش أغير العشرين أمبير لـ 30 أمبير ووصل للتوصيلة دي برضو مش هينفع لازم أطلب الـ Inverter 30 أمبير طيب الـ Option الثاني اللي هو الـ P Option أو الـ Pre-Combined Option ده أول يعني Topology أو أول Layout إن أنا عندي الـ Roof Top وعايز أجمع الـ Inverter كلها في قوضة واحدة تحت أو جنب على حسب لأنها بطبيعة الحال لما أجي أركب لمصنع أو أو لمول مثلاً بيكون already عنده الصواعد بتاعته ركبة والكابلين بتاعته already the structure موجود فأنا عشان أركب الـ Inverter في الـ Roof Top هحتاج أن أنا أعمل Shading عليها أو ابنلها قوضة وانزل بالكابلات الـ AC لحد اللوحة اللوحة التجميع أو اللوحة الرئيسية فأنا ممكن أستعود عنده بـ DC Combiner Boxes وانزل بـ DC Cables على طول على الـ Inverter والـ Inverter تبقى ركبة في القوضة بتاعت قط الكهرباء أو قط اللوحة الضغط المنخفض وأربط على طول على نقطة الربط بدون تكلفة زيادة في الكابلات الـ AC لكن هيزيد عندي طبعاً هنا الكابلات الـ DC والـ DC Combiner وده بنستعود عنه في ثمن الـ Inverter نفسه أو سعر الـ Inverter Pre-Combined بيكون أرخص من الـ Direct Version هنا برضو دي Typology أو Layout مختلف ده أرض مفتوحة أو Ground Mounted أقدر أن أجمع الـ Inverter برضو من DC Combiner Boxes وأدخل على طول على نقطة الربط بتاعته طيب ده شكل تفصيلي عن الـ Pre-Combined توصيلة الـ DC الصورة اللي عندي فوق هنا دي بتاعت التورو ECHO 50 والـ ECHO 100 الـ Pre-Combined بيكون عندي كابل جلانز أقدر أن أدخل بكابلين أو 2-inputs من الكابل جلانز دي أقدر أوصل كابل من 25 ميلي لحد 95 ميلي لكن التورو الخمسين 3MPT version بيجيلي 3-inputs طبعا كل input على كل MPPT وبيكون ده الشكل بتاعه بيكون عندي 6 كابل جلانز أقدر أن أستخدمهم وأدخل بيهم من DC Combiner Boxes ودي طبعا شكل V-Clamp أقدر أن أنا أوصل بـ Cable Lug وأشيل V-Clamp خالص أو ما جابش Cable Lug وأركب الكابلة على V-Clamp وهنا إحنا بنحاول نـ Eliminate على قد ما نقدر Installer Fault أو الخطأ اللي ممكن يتم عن طريق كابسل الـ Cable Lug بتاعت الكابلات لأن دي من ضمن أكتر المشاكل أو أكتر احتمالية لحدوث Faults إن بيكون الكابسل بتاع الكابل مش مزبوط فإحنا بنحاول نـ Eliminate أي تدخل من التكنيشن اللي شغال عن طريق إحنا بنضيف الـ Options لكن في نفس الوقت عندي الـ Options أن أركب Cable Lug زي ما إحنا طيب الـ Flexibility التانية اللي طورو بيقدمها لي من ناحية الـ AC Cabling طبعاً أنا أقدر أخش بكابل Single Core وأقدر أخش بكابل Multi Core أقدر أن أطلب الـ Inverter يجيلي already equipped بـ 5 Cable Lans إن أنا أدخل بكابل Single Core وأقدر إن أنا أطلبه Multi Core على حسب الكابلات اللي أنا عامل حسابي عليها أو اللي أنا عامل لها Sizing طيب دي بتفرق معنا في إيه؟ بتفرق إن لو إحنا بنخش بكابل Single Core على جلاند Multi Core طبعاً يحتاج إن إحنا نضيف نحط فوم ونحط أي حاجة تساعد إن هي تعمل Isolation للـ Inverter وده طبعاً مع الوقت بيكون Inverter كلها بتكون installed outdoors وفي صحرة أو في شمس طبعاً الموضوع بيأثر على التركيب ده وبيتم إن الـ IP بتاع الـ Inverter ما بيبقاش intact أو ما بيبقاش مظبوط فإحنا استعاوضنا عنه إن إحنا عندنا سواء أطلب Single Core AC Connection أو أنا أطلب Multi Core Connection الـ V-Clamps اللي كلمنا عنها في الـ DC side مع الـ Pre-Combined نفس الكلام موجود في الـ AC side الـ V-Clamps دي بتاخد كابلة من 35 لحد 240 ميلي سواء كان Copper أو Aluminum ومجرد بحتاج الـ Cable Lug إن أنا أوصل الـ Grounding زي ما إحنا شايفين كده أوصل الـ Cable Grounding اللي بيكون أصغر بكتير من الـ Cable الرئيسي ودي شكل V-Clamps بتاخد من 35 لـ 150 ولو أطلبتها بتاخد من 185 لـ 240 ميلي فطبعاً بتديني بردو سهولة وبتإلمانات الـ Error اللي بيجيلي من الـ Cable Lug طيب الـ Allowed Cables أو الكابلات اللي أقدر أوصلها على الـ Inverters أنا لو أنا بتكلم على الـ Inverter 50 كيلو أقدر أوصل من كابلة 35 لـ 240 ميلي ولو أتكلم على الـ 100 كيلو أقدر أن أنا أوصل من 70 ميلي لـ 240 ميلي طبعاً بنتكلم على Copper وبنتكلم على Aluminum تيه Option تاني أو Accessory بنطلبها لو محتاجين أن احنا منجيب Protective Hoses منجيب خراطيم لحماية لو عندي درجة حرارة عالية والكابل بتاعي مش ريتد عند 90 أقدر أن أنا أجيب الخراطيم دي أن أنا أمشي فيها لكابلات الـ AC بتاعتها طيب، ده الـ Option بتاع الـ AC Daisy Channel اللي قلنا هنتكلم عليه في السلايدز اللي جاية ده ببساطة، لو أنا عندي كذا Inverter بالشكل ده زي ما إحنا شايفين، عندي أربعة Inverters ركبين أول Inverter، الـ AC Cable بتاعه 50 متر تاني واحد مية، تالت واحد مية، وخمسين ربعة، واحد متين فزي ما إحنا شايفين، إحنا شايفين فيه Overlapping كتير كابلات الـ AC عاملة Overlapping فده بينعكس عليّ طبعاً أن أنا دافعت من الكابلات دي وهي مشة في نفس المسار وبيزيد عليّ، لو أنا في Ground Mounted System بيزيد عليّ طبعاً الترنش بتاعي، حفر الترنش بيكون عرضه أكبر وطبعاً العمالة بتاعت الكابلات أن أنا بعمل laying لكابل، بدل ما أعمل laying لكابل واحد بعمل laying لأربعة فطبعاً دي كلها تكلفة في المشروع فالـ Option اللي إحنا بنقدمه هنا في التورو إن أنا ممكن أعمل زي Daisy Chain للـ AC Cabling على الـ Inverter فأنا على أربعة Inverters فأنا كده عملت Elimination للـ Overlapping بتاعت الكابلات وفي نفس الوقت أقللت تكلفة الـ Installation وفي نفس الوقت أقللت الـ Protection لأن أنا كل كابل ماشي عندي هنا عليه Protection لكن أنا هنا عندي عملت Protection واحد فأقللت كمان في الـ Protection Components بتاعتي وشكل الـ AC Daisy Chain جوه الطاور وإنفيرتر بيكون بالشكل ده بيكون عندي 4 كابلات In و4 كابلات Out بأوصل عليهم فزي ما إحنا شايفين هي بتبقى على بارة فعشان لو في حد عايز أو جي سؤال في دماغه إن طبعاً لو في إنفيرتر في النص حصل في حاجة فالـ Inverters كلها توقف لا هي متوصلة على بارة نحاس كأنها common point فالـ Inverters ملهاش ضعوا بعض لو في إنفيرتر مش شغال إنفيرتر الثاني يفضل شغال عادي لأنه هو مجرد هي common point بوصل عليها فأنا استفدت هنا أن أنا قللت في الكابلات وقللت في تكلفة الـ Installation بتاعها و الـ Protection Components لكن الكابل اللي طالع اللي هو الـ Outron Cable الكابل ده كبر طبعاً لأنه هو شايل power أعلى لكن في نفس الوقت المسافة قليلة لأن أنا هختار أن أخرج من الكابل الأقرب لنقطة الربط بتاعتي فهستفيد إن أنا قللت طول الكابل وقللت الحفر بتاع الكابل أو الـ Cable Tray لو أنا شغال في مصنع قللت الـ Cable Tray عرضه وطوله وفي نفس الوقت لما بكبر الكابل وبعلي الـ Power Conveed على الكابل ده أنا بقلل كمان الـ Power Losses اللي في الكابل فطبعاً أنا كده استفدت من جميع النواحي ومش بس كده أنا قدر كمان أنا أعمل ميكس ما بين الـ لو أنا عندي Inverters Pre-Combined مثلاً مع AC Daisy Chain لأن ممكن أميكس الـ TC Side Options مع الـ AC Options بحيث أن أنا أخد الـ Optimum Case الأفضل ليه من ناحية التكلفة تكلفة التركيب والتكلفة الصيانة كمان وبتيجي الـ Inverter في عشرة Cable Lens طبعاً خمسة In وخمسة Out فمش بحتاج كمان أن أعدل حاجة خالص في دخلة وخارجة الـ Inverter فبيكون الموضوع يديني سيناريو ثالث غير السنجل كور والمالتي كور بيديني سيناريو ثالث من ناحية الـ AC Daisy Chain طيب أقدر أوصل كم Inverter على نفس اللوب أقدر أوصل مئتين كيلو يعني ممكن أوصل اثنين Inverter مية أو اربعة خمسين أو ممكن أميكس بينهم اثنين خمسين واحد مية على حسب الكيس بتاعتي فبعتبر أن دي Inverter Station قدرتها مئتين كيلو واط وطبعا استفدت كمان إن أنا لو أنا حتى عايز أعمل الـ Option من غير الـ AC Daisy Chain هتطرر أن أجيب AC Combiner Box لوحة تجميع خارجية فأنا برضو استعودت عنها إن أنا حطيت الجزء ده جوه الـ Inverter وطبعا أي جزء بدخله جوه الـ Inverter بياخد نفس الـ IP بتاع الـ Inverter اللي هو 66 فطبعا الـ Administration بيكون نيت جداً وفي نفس الوقت بيكون سهل وسريع طيب إيه الـ Options التانية اللي ممكن أضيفها على الـ Inverter ممكن أحط AC Disconnector على الـ AC Side سواء كان Single Core أو Multi Core أحط AC Disconnector على الـ Inverter لكن طبعا لو أنا اخترت Option إن أنا أضيف AC Disconnector على الـ Inverter يبقى أنا مش هعرف أستخدم الـ AC DC Chain Option اللي طبعا زي ما حاش شايفين الـ AC Disconnector حجمه كبير فمش هيكون عندي مساحة كافية إن أنا أعمل الشجرة بتاعتي اللي مركبها على الـ Inverter يما أختار الـ AC DC Chain Option يما أختار الـ AC Disconnector الـ Options التانية للـ Built-in جوه الـ Inverter بيبعندي DC وAC SPD Type 1 Plus 2 موجود جوه الـ Inverter زي ما إحنا شايفين هنا ده الـ DC SPD والـ AC SPD طبعا بيكون بغيارها بسهولة جدا وزي ما إحنا شايفين الـ Inverter كله يعني very accessible وفيه مساحة كويسة إن أنا أعرف أدخل مثلا بالـ AC Cable بتاعي أو الـ DC Cables بتاعتي من بره وهنا عندي الـ Data Logger بتاعي أو الـ Monitoring Board بتاعتي طبعا ده الـ SPDs بيكونوا مربوطين على الـ Data Logger عشان لو حصل Trigger يجيلي الـ Notification على الـ Monitoring Platform بتاعنا اللي هو SolarWeb وده بيكون كل حاجة بيكون Integrated سواء كان الـ Data Logger أو الـ SPD ديه option تاني إن أنا ممكن أغير الـ SPD Type 1 Plus 2 أخليه Type 2 بس طبعا ده بيكون برضو سعر مختلف فده بيكون option تاني وبيكون Integrated وباخد نفس الـ IP بتاع الـ Inverter طيب إيه الـ Option التاني ممكن أضيفه على الـ Inverter ممكن أدخل الـ AFCI أو الـ Arc Fold Circuit Interruptor وده بيديتكت الـ DC arcs طبعا ده Standard موجود أو هيكون Trend في العالم هو Already Trend في العالم لكن لسه مش في الشرق الأوسط مش مطلوب لسه لكن هو هيطلب في خلال الشهور الجاية هيكون ده Standard فده option ممكن أضيفه على التورو وحابب أضيف هنا إن إحنا يعني عندنا Knowledge إن إحنا How To Deal With Arcs لأن إحنا عندنا Business Unit اسمها Perfect Welding بتشتغل في اللحمات اللي هي بتستخدم الـ Arcs في اللحمات فإحنا We Know How To Handle Arcs من سنة 1950 فدي حاجة بتـ Back Our Knowledge لـ AFCI وده Option يتطلب طبعا ده بيكون Hardware يعني بيكون بوردة زيادة بتتحط جوه الـ Inverter فده بيكون Factory Option ما بقدرش إن أنا أعملها Retrofit أو إن أنا زودها على الـ Inverter طيب هو حالياً هو Available لـ Toro ECO 50 والـ Toro ECO 100 مع الـ 20M Fuses لسه مش مع الـ 30M Fuses دي هتيجي في Q1 السنة الجاية بإذن الله زي ما قولنا ده Factory Option ما ينفعش أعمله Retrofit ولو هي Already On Board موجودة عندي وأنا طالبها أقدر أن أنا أعملها Activation من خلال الـ Web Interface بتاع الـ Inverter أقدر أن أعملها Activation وفي بلاد بيكون مطلوب فيها By Default الـ Option ده فبييجي بيه الـ Option ده مش بطلوبه هو بيجي By Default والـ Country Setup اللي باختارها على الـ Inverter بتكون Already Activated فيها الـ AFCI Option طبعاً أنا أعمل Configuration لكل الـ Options دي عن طريق الـ Tower Configurator وده هنتكلم عليه في السلايد الجاية وأحبب أن حضراتكو تجربوا معي يعني لو في عند حضراتكو وقت تخشوا على الـ Link ده أو تعملوله Bookmark أو Save الـ Tower Configurator ده عبارة عن Online Tool من Fronius Accessible لأي حد أقدر أن أنا أختار الـ Options اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها سواء من ناحية الـ DC أو من ناحية الـ AC أختار الـ SPD، أختار الـ Fuses، أختار الـ AFCI كل الـ Options دي أقدر أن أنا أستخدم الـ Tool دي واختار كل الـ Option على حسب المشروع بتاعه على حسب احتياجي وبيطلع لي في الآخر Report أو Summary للـ Options اللي أنا عايزها بالـ Article Number وأقدر عن طريق الـ Tool دي أن أنا أبعث على طول لـ Fronius أو أبعث للـ Partner بتاعي أو أبعث لأي للـ Wholesaler أو أي شخص أنا أحتاج أن أشتري منه الـ Inverters دي أبعث له الـ Options دي على طول تكون أسهل في تحديد الـ Options دي كلها طبعا بعد ما أعمل السيناريوهات وـ Try and Error بتاع الـ Options دي وأشوف إيه أنسب Option وأنسب حل بيزدى على طبيعة المشروع اللي أنا شغال عليه طيب نجي إلى النقطة الثالثة بتاعتنا في الـ Webinar النهاردة وهي ليه الـ Premium Quality pays off يعني أنا إيه اللي أقدر أخذه من الـ Premium Quality اللي موجودة في Fronius والـ Options اللي جوه الـ Inverter أو اللي أقدر أطلب بيها الـ Inverters وأعتقد أن دي هتكون أكتر حتة interesting في الـ Webinar النهاردة عشان هنتكلم على الـ Costs والـ Revenues وهنتكلم على الـ Profits وإزاي أقدر أن أنا أكسمايز الـ Profits بتاعي باستخدام طوره Inverters فإحنا لو كلمنا على الـ Basic Concept بتاع الـ Costs والـ Revenues هنقول إن الـ Revenues كل ما يزيد وكل ما Total Cost بتاعتي بتقل الـ Profits بتاعي بيزيد طبعا دي حاجة باسيك جدا بس هنبني عليها اللي جاي وهنشوف إحنا هنطبق إزاي الـ Options بتاعتنا وهنستغلها إزاي عشان نحقق أعلى Profits طيب أنا Total Cost بتاعتي بتتكون من إيه؟ عندي Capital Expenses الكابيكس بتاعتي وعندي Operating Expenses الأوبيكس اللي اثنين على بعض بيطلعوا لي Total Cost of Ownership أو التكلفة المشروعية عليها بكم؟ وبيزدع على الكلام ده أنا بحدد سعر سواء أنا ببيع كهرباء أو أنا بدي عرض العميل فأعمل الـ Costing بتاعي بالطريقة دي طيب الـ Topics بتتكون من إيه؟ من Labor من PV Module Costs Inverter Costs أو Balance of System Costs والـ Operating Expenses طبعا صيانة سواء Exchange أو Repair أو معامل Data Analysis فالموضوع يعني هنتكلم عليه برضو بالتفاصيل لكن ده مجرب بس إيه؟ يعني مقدمة عن اللي هنتكلم عليه طيب بعد ما قلنا الكلام ده كله حابب أن احنا نتفاعل مع بعض شوية وأسأل حضراتكو سؤال بعد ما اسمعنا الكلام ده كله السؤال هيظهر لحضراتكو على الشاشة دلوقتي في الـ C&I Projects أو المشاريع التجارية إيه أكثر احتماليا أن أنا أعمل Cost Savings أو أعلي من الـ Cost Savings بتاعتي يريد بس إيه؟ نتفاعل مع بعض ونشوف إليه جابات إيه؟ تمام؟ أنا أريد أكبر عدد يشارك عشان دي أهم حاجة يعني هنطلع بيعمل الويبنار النهاردة ودي الاستفادة الكبيرة يعني تمام؟ تمام؟ واضح من الإجابات إن في ناس كتير ركبت Tauru Tauru Inverters already يعني طيب هاستنى دقايق كمان، ثواني تمام؟ استنى شوية كمان لسه في ناس بالجلب تمام؟ طيب هاستنى عشرة ثواني كمان؟ تمام؟ تمام؟ طيب هنشوف دلوقتي النتائج على الشاشة زي ما إحنا شايفين يعني مو أعظم الناس أغلبية الناس تقول الـ Inverter أنا مستقربة مش يعني الناس ما ما جاوبتش إن اللي هي PV Modules PV Modules هي البلك يعني الكبير لكن الناس اخترت الـ Inverters تمام؟ طيب أعتقد إن الـ Slides الجاية هتغير إجابات كتير إن إحنا يعني ممكن نسأل السؤال تاني في آخر الـ Webinar ونشوف الإجابات تتغير ولا لأ؟ تمام؟ طيب نرجع لليل كنا بنتكلم عليه الـ Capital Expenses بتتكون من PV Modules و Labor Costs و Balance of System زي ما إحنا شايفين ده الـ Portion أو الـ Weight بتاع كل أيتم أنا عندي PV Modules حوالي 44% الـ Labor بيبقى 14% والـ Balance of System تلقى حوالي 33% والـ Inverter 9% طبعاً النسب ده بتختلف على حسب حجم المشروع احنا بنتكلم هنا على C&I فبنتكلم على حاجة بالـ Mega Scale بس بنتكلم في 1 ميجا 5 ميجا في الحدود دي طبعاً الـ Project Capacity بتاعته لما بتكبر طبعاً النسب ده بتختلف ونسبة الـ Inverter كمان بتقل لما الـ Capacity بتزيد فدي بس مجرد Round Figures على سيستم مثلاً ننتكلم في 1 ميجا أو ممكن أقل كمان طيب الـ Balance of System Costs عندي بتتكون من الماونتن Structure AC و DC Cabling أو Combiner Boxes لو أنا هركب Combiner Boxes عندي Cable Trays عندي الـ Mains Connection فأنا عندي النسب 40% بتكون Cable Trays والـ Racking System 30% والـ Mains Connection بيكون 9% والـ AC و DC Cabling أو Combiner Boxes بيكون 21% وهنا هجاوب على السؤال أنا سألته لحضراتكم إن الـ Greatest Saving Potentials هتكون في الـ AC و DC Cabling لأن هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتتغير باختلاف التصميم يعني لو غيرت التصميم بتاعي يعني مساحة بتاعتي PV Modules هي مساحة ثابتة وأنا بيستغل لها أقصى استغلال والـ Inverters لو أنا عندي System 1M وعايز الـ AC Capacity بتاعتي تبقى 1M فهيبقى نفس عدد الـ Inverters لكن ما بقدرش أن أنا أغير حاجة في الـ Inverter نفسه لأن ده يعتبر Asset لكن التصميم بتاع المشروع بتاعي أقدر عن طريقه أغير الـ Cabling بتاعي عامل إزاي طيب الـ Maximum Revenue اللي قدر ناخده من أو Added Value اللي بتطلحها اللي بخدها من Frontius عشان أعمل أعلى عائد أول حاجة Durability الصورة اللي احنا شايفين قدامنا دي لـ Inverter اسمه Sunrise Inverter Sunrise ده تصنع أو بدأ يتباع سنة 95 زي ما احنا شايفين السيسم ده كله على بعضه ممكن بـ 20 كيلو أو 30 كيلو مثلا بالكتير لكن السيسم ده شغال لحد دلوقتي من سنة 95 وده دليل على إن الـ Inverter بتاعة Inverter يعني إحنا لو ما بنقول إن الـ Inverter Lifetime بتاعته 25 سنة فإحنا already الـ Inverter دي عدت الـ Lifetime دي كمان فأنا لما بقول إن الـ Inverter is Durable فأنا already عندي Proven History بيقول إن الـ Inverter دي لسه موجودة وكمان بقدم عليها ما زلت بقدم عليها الـ Spear Ports وأقدر إن أنا أقدم الـ Repair عليها وممكن أعملها Replace كمان بـ Inverter جديدة طبعا إحنا عدد أكتر من 30 سنة على المشروع ده فده مثال على Durability فأنا لما أكون عندي حاجة Durable لما مثلا عندي محطة بتركب 20-25 سنة هي دي اللي بصلها على Long Run لأن ده استثمار أي PV System بيركب بيكون مش برودكت باشتريه خلاص لا ده استثمار وبتوقع منه عائب لمدة 20-25 سنة فلازم أبصل لـ Durability وطبعا فرونيس عندها Proven History في الـ Durability إن الـ Inverter هيفضل شغيل لـ 20-25 سنة وهامانتين الـ Performance بتاعه للمدة دي كلها وكمان الـ Downtime بتاعه هيكون قليل جداً طيب، دي بالنسبة للـ Durability بالنسبة للـ Yield يعني أنا عندي Inverter يكون شغال وما يكون شغال بس لأه يكون الـ Yield بتاعه وكمان Maximum Yield بطلع منه فالـ Options اللي احنا اتكلمنا عليها دي كانت حاجة في الـ CapEx لكي أنا هنا بتكلم على الـ Running Time بتاع الـ Inverter زي ما قلت، احنا عندنا Double Wall Insulation ده بيتديني عزل درجة الحرارة ما بين الخارجية والدخلية بيكون في فرق حوالي 13.5 درجة 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 عشان Double Wall Insulation حتى لو أحطه في الـ Direct Sunlight فدي حاجة، الحاجة التانية إن أنا الـ Inverter بيدي ريت بعد 50 ديجليز زلطة طبعا أعلى من الـ Standard في الماركت الحاجتين دول بيقدموا لي إيه؟ بيقدموا لي Longer Service Time يعني إيه؟ أنا عندي الـ Power Electronics واحدة طبيعتها واحدة بغض النظر عن سواء ده كان Inverter أو أي جهاز تاني الـ Power Electronics محتاجة إن هي هي تعمل يكون لها Ventilation كويس عشان أحافظ عليها تبقى More Durable وفي نفس الوقت تديني أعلى أداء فزي ما قلنا إحنا الـ Ventilation عندنا فيه تمام مراوح جوه الـ Inverter فعندي Ventilation وعندي عزل عن الحرارة بـ 13.5 degrees leases تقريبا فده بيتديني ييلد لمدة 20-25 سنة أعلى ييلد ممكن أقدر أحصل عليه فأنا كده عندي Durability والييلد الاتنين بيحققوا لي أعلى Revenue ممكن من الـ Inverters طيب إيه تاني اللي محتاج إن أنا أعمله بعد ما عالت الـ Revenue محتاج إن أنا أقلي الـ Costs تاعتهم طيب إحنا نزاني منميز الـ CapEx طبعاً Flexibility في الـ DC side سواء كان centralized أو decentralized layout أقدر إن أنا على حسب كل كيس أشوف أنسب حلية من ناحية التكلفة والتشغيل وفي الـ AC side عندي الـ AC DC Chain Option أقدر برضو إن أنا أستخدم سواء عندي Single Core أو Multi Core أو أقدر إن أنا أستخدم الـ AC DC Chain Option موجودة عندي برضو على حسب طبيعة الربط بتاعي وعلى حسب طبيعة المشروع وعندي Integrated AC و DC SPDs مش محتاج إن أنا أجيب SPDs أو أعمل لوحة خارجية للـ SPDs دي وعندي Monitoring Onboard برضو مش محتاج إن أنا أضيف Component زيادة أو إن أنا أشتريه وكل ده بيكون included جوه الـ 7% أو الـ 9% الـ Wait بتاع الـ Inverter Costs فطبعاً أنا لو ما بستثمر في النسبة دي بقلل في الـ Balance of System في حتة تانية فالـ Total Cost of Ownership بتاعتي بتقل مع الوقت طيب مع الوقت يعني إيه؟ يعني إحنا كمان بـ Minimize في الـ OPEX في الـ Operating Expenses اللي إحنا عندنا Unique Service Process ويمكن مختلفة عن اللي موجود في السوق أو في الأسواق العالمية كلها إن الـ Inverter زي ما إحنا شايفين كل حتة في إحنا شايفينها ونقدر نوصل لها ونقدر إن إحنا نقوم بالصيانتها وكل جزء جهو الـ Inverter ليه قطعة غيار بتيجي بـ Plug & Play إن أنا أقدر إن أنا أكسشينج الـ Component اللي فيه مشكلة فده بيفرق معي في إيه؟ بيفرق معي في كذا حاجة أول حاجة لو أنا يعني بديت مثال إن أنا عندي Inverter 100 كيلو عايز أعمله الصيانة وهو راكب روف طب مثلاً يعني حقارن إن أنا أغير الجزء فيه مقارنة بأن أنا أغير Inverter كله أول حاجة الـ Inverter 100 كيلو مش Inverter صغير إن أنا أشيله يعني في عربية صغيرة أو كده محتاج إن أنا يبقى فيها عربية van مثلاً أو عربية نقل وتطلع بالـ Inverter ده وتشيله محتاج إن أنا محتاج Winch مثلاً أو حاجة عشان أرفع الـ Inverter ده للـ Rooftop ومحتاج عمالة أكتر إن هي تركب الـ Inverter الجديد ده والعربية تاخد الـ Inverter القديم وترجع به فكل ده مقارنة إن أنا ممكن أبعت Technician واحد في قطعة الغيار المطلوبة إن هي وزنها يعني قطع القطعة الغيار في الـ Inverter بتكون وزنها 25 كيلو ودي بيكون الـ Power Stack دي 25 كيلو أقدر إن أنا أبعت Technician واحد شايل الـ Spirit Part دي في شنطة مثلاً أو حاجة زي كده وهو يقدر يقوم بالصيانة في الوقت ده فطبعاً بيفرق معي في إيه؟ إن أنا اتكلفت الصيانة والغيلة جداً عليّ وفي نفس الوقت الـ Down Time بتاعي قليل إن أنا لما بغير Inverter غير إن أنا بغير قطعة الغيار وطبعاً أقدر إن أنا كمان أحط قطعة الغيار دي في الموقع لو أنا بعمل الـ Costing بتاعي غالباً بيكون في 2% Spear Parts في تكلفة المشروع فقدر إن أنا أحط الـ Spear Parts دي وتغطي Life Time بتاعت المشروع كله لكل الـ Inverters اللي موجودة يعني قطعة الغيار واحدة ممكن تغطي مثلاً 10 Inverters على الأقل ده بيست على الـ Failure Rate بتاع الـ Inverter فدي طبعاً بترفلكت معي في إيه؟ إن أنا بقلل الـ OPEX بتاعتي في خلال الـ 20 و 25 سنة فبترفلكت معي أكتر في Total Cost of Ownership إن هي بتقل بعد ذلك الـ Rule ده سامري اللي احنا قلنا عليه إحنا بـ % Ray-G Decentralized زي ما إحنا شايفين كده والمسافة للترانسفورمور كانت 55 متر فيعني Conditions للمشروع هم قرروا ان هم يشتغلوا Decentralized Topology فدي أرقام إحنا يعني اشتغلنا عليها وعملنا مقارنات مع كذا Competitor زي ما إحنا شايفين ده الفرونيس طورو إيكو الميت كيلو مع الACDZ Chaining Option زي ما إحنا شايفين ده الbreakdown بتاعة الكوست بتاعة الـ Inverter Total cost of ownership اللي إحنا واخدين في اعتبارنا الكوست بتاعة Inverter وكوست بتاعة AC Cable والDC Cabling والSPDs والCommunication والCombiner Boxes والService زي ما إحنا شايفين السيرفس يعني حاجة بسيطة جبدا دي المدة عشر سنين إحنا عملنا الـ Exercise ده المدة عشر سنين ولقينا إن التكلفة يعني أقل ما يمكن طبعاً ده غير إن إحنا عندنا على المشاريع عندنا Project Prices أصلاً مختلفة عن الأسعار العادية بي عندنا Project Prices فممكن كمان أقلل في الـ Cost بتاع الـ Inverter نفسه طيب دي Breakdown للـ Service Cost زي ما إحنا شايفين أنا عندي في الـ Service Cost دي عندي Service اللي هي تكلفة القطعة تغيار أو الـ Inverter Replacement وعندي Driving Cost طبعاً أنا محتاج أن أنا أطلع عربية بالـ Inverter Replacement أو أن أنا أطلع Technician بـ Spearport واحدة بس وطبعاً مش بحتاج حتى Crane لو أنا هركب الـ Inverter بـ Crane أو حاجة زي كده مش موجودة خلص عندي مقارنة بـ بقية الـ Compatitors آخر حاجة عندي الـ Balance of System برضو إحنا هنا شايفين مقارنة مع الـ Compatitors على نفس المشروع ده لو أنا بستخدم هنا الـ AC DC Chain وهنا لو أنا بستخدم الـ Standard Option من غير الـ AC DC Chain زي ما إحنا شايفين عندنا الـ Cost بتاع الـ AC Cabling وعندي الـ AC Breaker هنا طبعاً كل كابلات أكتر فيه Overlapping وعندي هنا كل كابلة عليه بريكر لكن أنا هنا وحط الـ Inverters كلها على أو كل 200 كيلو وحطها على AC Cabling واحد وعلى بريكر واحد مقارنة بـ بقية الـ Compatitors طيب الحاجة الأخيرة عشان إحنا عدينا الوقت بس شوية الحاجة الأخيرة وهي Fun Fact يعني Sustainability وإزاي فرونيوس بتاخدها أنا مجرب بس هتكلم عن نتاج إحنا عملناها على التورو درسنا Life Cycle بتاع التورو والإمباكت بتاعها على الـ Environment لقينا إن الـ Environmental Benefit الـ Power اللي هتطلع من الـ Inverter بتـ Exceed Factor الإمباكت اللي تم بسبب تصنيع الـ Inverter إحنا بنصنع الـ Inverter فبنطلع Carbon-Denched Emissions لكن الـ Production بتاعه للمدة 20-25 سنة بـ Exceed الإمباكت ده من 10 مرات لـ 52 مرة طبعاً ده ما بين الـ Best Case والـ Worst Case يعني الـ Best Case هتكون 52 مرة والـ Worst Case هتكون 10 مرة والـ Carbon-Denched Emissions اللي إحنا وفرناها حوالي 223 طن وده بتكافئ 200 رحلة طيران من فيننا لـ New York والـ Payback Time نحن الـ Carbon-Denched Emissions اللي إحنا أصدرناها بسبب تصنيع الـ Inverter هنرجحها تاني للـ Environment من أربع من 0.4 لسنتين ده برضو الـ Worst Case والـ Best Case فدي بس فان فاكت كده وشوية فيجرز للطور وإزاي إحنا بناخد الـ Sustainability Topic ده بناخده بشكل جدي دي Key Statements برضو ليه علاقة بالـ Sustainability إن الـ Repair بيـ Provide High Environmental Benefit طبعاً أنا لما بغير Spearport ده Sustainable Option غير إن أنا بـ Replace الـ Inverter كله لأن الـ Inverter Replace ده ممكن ميبقاش فيه فولد أصلاً ولا فولد بيبقاش فيه حاجة لكن الـ Inverter بيكون مصيره إيه؟ بيكون مصيره إن هو بيبقى Disposed فطبعاً ده مش حاجة Sustainable 100% طبعاً ده بيكون ليه Big Leverage على Climate Impacts أكيد الـ Carbon Dioxide Footprint والحاجة الأخيرة إن إحنا عندنا الـ Inverter كل الـ Aluminium اللي موجود فيه Recycled وده طبعاً ليه Positive Impact على ال Carbon Dioxide Footprint طيب بعد ذا طبعاً عن الإطالة وكده نكون خلصنا الـ Webinar النهاردة طبعاً لو فيه موضوع معين محتاجين نحن نتكلم فيه بالتفصيل لأن أنا عديت على كل الـ Topics سريعاً يعني إيريت لو فيه موضوع حضراتكم مهتمين به بالتفصيل إيريت تكتبه في الـ Chat وأنا هعمل عليه Webinar منفصلة ونتكلم عليه بالتفصيل إحنا لو تكلمنا عن كل حاجة بالتفصيل طبعاً الـ Webinar هتطول معنا جداً أنا قريدي جالي أسئلة كتير هجاوب عليها في خلال الدقائق الجاية وهسيب الـ Webinar للأسئلة الجديدة عشان لو فيه أسئلة جدت وأحاول أجاوب عليها دلوقتي ولو فيه أي أسئلة تانية ممكن تبعتولي على الإيميل اللي كتبت لحضراتكم وأحاول أجاوب عليها في خلال 24 ساعة طبعاً الـ Recording بتاع الـ Webinar هيتبعث لحضراتكم برضو في خلال 24 ساعة يمكن الـ Webinar اللي فاتت ما تبعتش لكن هيتبعتوا الـ 2 مع بعض للناس اللي حضرت الـ Webinar بتاع الجان 24 وتقدروا طبعاً أنتم تخشوا على اليوتيوب شانل بتاعتنا تشوفوا الـ Face-to-Face trainings والـ Online trainings والـ Webinars والـ How-to videos بتكون برضو مفيدة جداً ومحل سريع لكم أنتم توصلوا للمعلومة اللي أنتم عايزينها ففي النهاية طبعاً بشكر حضراتكم تاني عن حضوركم وقتكم وأتمنى الـ Webinar يكون أفاد حضراتكم وأشوفكم في Webinar جديد من ProNews والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر